سجلت 81 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ليرتفع إجمال الحالة المسجلة ببلادنا إلى حدود هذه الساعة إلى 8003 ويصبح بالتالي معدل إصابة 22 لكل 100 ألف نسمة الحالة 81 الجديدة سجلت بكل من جهة مراكش أسفي بمدينة مراكش 31 حالة في بؤرة عائلية كبيرة مرتبطة بحالة سجلت في الأيام الماضية جهة طنجة طتوان الحسيمة 22 حالة جهة فاس مكناس 14 حالة جهة الضر البدء 6 حالة وجهة الرباط سلا القنيطرة حالتان فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي حالة جديدة الحالة الواحد والثمانون التي سجلت في الأربعة والعشرين ساعة الماضية سجلت 78 منها أي 96% في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر التي شملت لحد الساعة 47 ألف وستمائة وسبعة ولزال 7 ألف واربعمائة واثنين وسبعين مخالط قيداء التتبع الصحي استثنيت من المرض 13 ألف ومية وخمسة ديال الحالة ليرتفع مجموع الحالات التي تم استثناؤها لحدود هذه الساعة إلى 253 ألف وسبعة للأسف الشديد سجلت حالتي وفاة لترتفع إجمال عدد حالات الوفيات إلى 208 بالنسبة لحالتي الوفاة رحمه الله سجلتها بكل من مدينة قلميم ومدينة الرباط مع ذلك يبقى معدل الفتك مستقرا في جوج فصيلة 6% أقل من المعدل العالمي الذي يساوي في الوقت الراهن 5.9% انضافت ولله الحمد والشكر 329 حالة شفاء تام جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى حدود هذا الوقت إلى 7.195 متعافين ويرتفع بالتالي معدل التعافي إلى تقريبا 90% وهو أكبر بكثير من المعدل العالمي وهو 48.3% والمعدل الأفريقي وهو 43.9% وخلاصة فيما يتعلق بالحالات النشطة فإنه في الوقت الراهن توجد 600 حالة نشطة في مختلف مستشفيات المملكة أي بمعدل 1.7% لكل 100 ألف نسم هذه الحالات النشطة يوجد 15 منها بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 10 بجهة الدار البداء 6 وبالخصوص في مدينة الدار البداء منها أربعة تحت التنفس الصناعي ثلاث حالات بجهة أو بمدينة موراكوش حالة واحدة بمدينة طنجا تحت التنفس الصناعي وحالة واحدة بمدينة فاس